طبعا الموضوع ده بقاله فترة الناس كلها بتتكلم فيه لكن على الصعيد الدولي أو على الصعيد الأوروبي خلال الفترات الأخيرة تحديدا داخل مصر بالنسبة طبعا الأحداث الرياضية ما كانش فيه تعليقات رسمية أو بيانات رسمية بخصوص هذا الموضوع لكن النهاردة طبعا وزير الرياضة دكتور أشرف صبحي يمكن أعلم في بيان رسمي من الوزارة تعليق الأنشطة الرياضية ذات التجمعات والكسافة الجماهيرية فيما معناه أن وزارة الشباب الرياضة أعلنت حزمة من الإجراءات التنفيذية والتدابير الاحترازية والوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد وتمثلت فيما يلي إرجاء تنفيذ الفعاليات والأحداث الرياضية بما لا يضر بمصالح المنظومة الرياضية المصرية وذلك وفقا لأجندة الالتزامات الدولية ومحددتها بالتنصيق مع مختلف المؤسسات الرياضية الدولية واللجنة الأنبياء المصرية وجميع الاتحادات الرياضية فيما معناه أن لو في أي فعاليات أو أحداث الرياضية لفترة الجاية فيها تجمعات أو فيها حضور جماهيري أو لو هذه الأحداث الرياضية باتفاق أو بتنظيم مع الاتحادات القرية أو الاتحاد القرية والاتحاد الدولي ده هيتم التنصيق فيه مع هذه المؤسسات الرياضية الدولية مع اللجنة الأولمبية المصرية وجميع الاتحادات الرياضية المعنية بتنظيم هذه المسابقات أيضاً كمان وقف أو إيقاف جميع الفعاليات والأحداث الرياضية والشبابية التي يترتب عليها تجمعات وكسافات جماهيرية ده أيضاً متعلق بالفعاليات والأحداث الرياضية التي ممكن للوزارة تنظمها خلال الفترة القادمة التنصيق مع وزارة الصحة وجميع الجهات المعنية للعمل على تعقيم أماكن تدريب الرياضيين والأماكن التي فيها تجمعات شبابية والتنبيه على جميع المؤسسات والمنشآت الرياضية والشبابية ومن ضمنها الأندية الرياضية ومراكز الشباب لمراعاة ضوابط الوقاية والتعقيم في المكاتب الإدارية ده جزء متعلق بقى بفكرة الوقاية والتجهيز الخاص بالأماكن الرياضية والتجمعات بالنسبة للمرحلة اللي جادة هيتم التنصيق فيه مع وزارة الصحة لكن أي أحداث الرياضية خلال الفترة القادمة فيها حضور جماهيري لن تتم وإذا كان الحدث لإعلاقة بتنظيم دولي أو قري هيتم الاتفاق مع الأطراف المعنية اللي هي الجهة الدولية أو الجهة القرية اللي بتنظم مع الاتحادات المعنية واللجنة الأولمبية المصرية على الفور بعد هذا البيان الرسمي من وزارة الشباب ورياضة التحدي كرة القدم يمكن أعلم في بيان هو بالنسبة لنا غريب لأنه جاي في إطار أن أنت بتعلن شيء أساسا أنت بتطبقه أيا كان أنت بتطبقه لأي سبب يعني أنت بتطبقه لظرفه ما من خمس ست سنين بس في النهاية النتيجة واحدة يعني أنت بتلعب دور بدون جمهور لكن لما تقالي النهاردة إقامة مباراة الدور بدون جمهور بسبب الكورونا ما هو أصلا الدور بدون جمهور يعني إيه الإضافة أو إيه اللي تقال يعني حتى أنت لما بتحدد أعداد معينة لدخول الناس أنت بتحدد تقول خمستاشر خمستاشر فالفكرة بس في حد ذاتها أن بيان اتحاد الكورو يعني مش متماشي مع الأوضاع اللي احنا فيها آه الأوضاع العالمية أو الأوضاع في أوروبا تحديدا مفهوم لما يقول لك ماتش البرشلونة والنابلو بدون جمهور أوكي لأن الدورة أبطال أوروبا بتلاقي بحضور جماهيري الدور الإيطالي لما يتخذ قرار بمنع حضور الجماهير في ماتش اليوفي والإنتر ده شيء ممكن يكون مفاجأ أو خبر مهتمين به لأن المباراة طبعا ديربي ومباراة كلاسيكو في القرى الإيطالية فطبيعا المباراة يكون فيها جمهور لكن أساسا أنت اتحاد القرى المصري القرار ده متاخذ من سنين أيا كان الأسباب لكن أنت الفكرة في الإعلان في موضوع القرآن تحديدا لما بتعلن عدم حضور الجماهير عشان فيه جمهور بيحضر لكن أنت أساسا المباراة عندك بدون جمهور فيعني البيان فكرة أن أنت بتتماشى مع الأوضاع لكن في نفس الوقت أنت برضو لازم تكون فاهمي البيانة اللي بيطلع أكيد لازم يكون ليه سبب أو لازم يكون ليه تفسير عشان الناحية الإعلامية أو حتى الناس لما تقرأه تبقى فهمة الأسباب الموضوعية لاتخاذ هذا القرار فيما معناه يعني أن البيانة اللي طلق من اتحاد القرى حفاظا على سلامة جمهور القرى المصري في ظل هذه الظروف التي تستوجب اتخاذ كافة التدابير في مواجهة خطر انتشار فيروس كورونا الذي يعاني منه العالم أجمع واستجابة للتعليمات الخاصة قرر الاتحاد إقامة المباراة المقبلة بدون حضور جماهيري وحتى إشعار آخر ما علينا طيب وزارة الرياضة شرحت بقى جزئية مهمة جدا وهيكون معاية تلفون عشان نفهم اللي حصل في هذا الموضوع لأن الدكتور أشد صبح قال أن بطولة الدورة العام مستمرة وفي مواعدها ولم يتم تجمدها حتى الآن ولا نية لتجمدها في الوقت الحالي ما لم يجد جديد الدورة الإنجليزية رغم كل هذه الأحداث لكن الناس حريصة على استمرار الدورة حتى بحضور جماهيري لانت بتتكلم في مليارات وبتتكلم في أرقام كبيرة فبالتالي كده كده الدورة المصر بدون جماهير فالأزمة مش موجودة بالنسبة للدورة المصر